في موقف يتماشى مع التحذيرات الدولية الأخرى قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريباكوف إن قرار مهاجمة إيران سيكون كارثيا بالنسبة إلى استقرار المنطقة ريباكوف تحدث عن عدم وجود أدلة في الوقت الحاضر تثبت قيام إيران بتطوير برنامج نووي عسكري مؤكدا أن صناعة طهران النووية تقتصر على المواد التي يجرى تصنيعها تحت لقابة مفتشي الوكالة الدولية للتقذرية وخبرائها وفي موزاة الموقف الروسي أشرت تقارير إلى محاولة واشنطن سانية الأبيب عن الدخول في مغامرة أحدية مع طهران مقابل إغراءات عسكرية وغير عسكرية إسرائيل لن تضرب إيران على الأقل ليس قبل سنة تصور لمراقبين إسرائيليين قد يتحولوا واقعا في ضوء ما سينتهي إليه اجتماع أوباما ونتنياه نهاية الشهر الحالي أوباما سيضع خطوطا حمرا لنتنياهو لا يتم الهجوم قبل السيف المقبل ولا تتدخل واشنطن إلا إذا ضربت أهداف أمريكية أو استهدفت تجمعات سكانية في إسرائيل بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية معاريف بدورها كشفت عن إغراءات أمريكية لتن أبيب بهدف منعها من مهاجمة إيران قبل انتخابات البيت الأبيض في تشرين ثاني نوفمبر المقبل وسائل قتالية متطورة ستمنح لإسرائيل بينها طائرات شحن الوقود في الجو وقنابل تخرق تحصينات بعمق ستين مترا نيويورك تايمز فصلت ما قد تحصل عليه إسرائيل مناورة بحرية ضخمة بمشاركة خمس وعشرين دولة قرب مضيق هرمز وتصعيد عمليات سرية على غرار الفيروسات التي هاجمت منشآت نووية إيرانية إضافة إلى تشديد الطوق الاقتصادي على صناعة النفط الإيرانية والأهم نصب منظومة صواريخ دفاعية في قطر هذه المنظومة هي سبب في تلطيف لهجة نتنياهو عن نية ضرب إيران سبب آخر هو تحذيرات تتكاثر من تداعيات خطوة كهذه أبرزها ما صدر على رئيس الأركان الأمريكي مارتين دامبسي وإلياهو فينوغراد رئيس لجنة التحقيق في حرب لبنان 2006 مغريات كبيرة لكبح جماح الإسرائيليين في لحظة دقيقة وحساسة كالتي تعيشها المنطقة وعلى ساستها الاختيار بين التعقل أو دفع طهران للرد على أي ضربة ضدها باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج